صباح النور عبدالله صباح النور سارة تواجد في أو داخل مكتبة الأديب الراحل وأيضا الصحفي والإعلامي عبدالكريم جهيمان رحمه الله طبعا الذي ولد عام الف وثلاثمائة و الف وتسعمية وخمس وعشرين طبعا ولد في هذه المدينة التي نتواجد بها الآن محافظة شاقراء طبعا وتحديدا بلدة غسلة بالقرائن طبعا هو أحد الرعيل للمعاصر للأداب والصحافة والإعلام هذا الرجل الذي طبعا كرس جهده وحياته للتأليف طبعا هو أول من نادى بأن تكون هناك مدارس للبنات عبدالكريم جهيمان نتواجد داخل مكتبته طبعا التي تتواجد في القرية القديمة في محافظة شاقراء طبعا نتحدث عن رجل طبعا له باع طويل كما ذكرت أهم هذه الكتب هو الأمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب طبعا هذا الكتاب له عشرة أجزاء كل جزء من هذا الكتاب فيه ألف مثل يعني أكثر من عشرة أو قرابة عشرة آلاف مثل أيضا هناك كتاب أساطير شعبية أيضا عبدالكريم جهيمان له دور كبير في تأليف مناهج التعليم طبعا وهو قد حاز على شهادة قبل تأسيس المملكة بعام واحد طبعا الأمين المكتبة الله يدكم العافية العام براهيم اليوسف الله يدكم العافية يعني حنا أمام رجل يعني له الكثير من المؤلفات رجل له يعني باع طويل كما ذكرنا أنت أحد المتابعين لهذا الرجل وانت من توليت هذا المكتبة كآمين تطوعا طبعا كلمنا عن شخصية هذا الرجل الأديب عبدالكريم بن عبدالعزي الجهيمان ولد في بلدة غسلة عام 1330 بدأ تعليمه الديني عام 1925 ثم غادر في قريته في الكتاتيب ثم في الرياض ثم غادر إلى مكة وواصل التعليم في المعهد العلم السعودي في مكة وحصل على شهادة عام 1351 عمل في التدريس في مدرسة المعلات في مكة ثم بدأ في الكتابة في الصحف وتأليف المقررات المدرسية في الفقه والتوحيد والتهذيب ومشاركة مع بعض المؤلفين كعمر عبدالجبار ألف أول كتاب له عام 1358 أدار أول مدرسة نظامية في الخرج